مصور شايل حاجة عاملة زي الدرج بيزهر منها دوق معصود فرقاعة جملة تصور سنة 1887 كان ممكن صورة واحدة تقضي على حيات المصور لو كنت شفت قبل كده فيلم كوميدي بيتصور في القرن 19 فأكيد شفت المشهد ده قبل كده مصور شايل حاجة عاملة زي الدرج بيزهر منها دوق معصود فرقاعة جملة وممكن الموضوع يتطور وتشوف سحبة من الدخان ويزهر المصور واقف ووشه سود التقنية دي كان بداية اختراع الفلاش بس للأسف في الحقيقة ما كانتش كوميديا خاصة ودلوقتي هقول لكم ليه مسحوق الفلاش أصلا هو عبارة عن تركيبة من الوقود المعدنية اللي لما بيتعرض للنار بتتحرق بسرعة كبيرة جدا وده اللي بيخليها تعمل الدوق العالي ده وده بقى ما كانش يجو استخدم في الأول في التصوير الفوتوكراف ولكن كان مشهور جدا في الألعاب النارية والعروض المسرحية وعلى الرغم ان مسحوق الفلاش كان اكتشاف عظيم جدا للتصوير وقتها لكن كان مزر قلق كبير جدا لان اشعال المسحوق ده كان بيسبب اصابات خطيرة جدا للمصور واي حد واقف جامل لكن قبل نهاية القرن العشرين المخترع جوشوا كوهين والمصور بول بوير قدروا ان هما يوصلوا الحل مش بطار وبيقلل شوية احتمالية التعرض للحروف وهو الفلاش لام لما اخترعوا طريقة غير مباشرة لاشتعال الفلاش كان مسحوق الفلاش بيتحط في حاجة زي العلب بيتم اشعاله عن طريق الكهرباء باستخدام بطارية جافة العلبة دي متوصلها بسلك لشطر الكاميرا عشان لما المصور يرقت الصورة الفلاش يشتعل في نفس الوقت وبكده يقدروا ان هما يسبتوا الفلاش لامب على ترايبود بعيد شوية وبكده الخطورة هتقل وكمان الطريقة دي قدتهم الفرصة ان هما يقدروا يوصلوا اكتر من فلاش لامب بكاميرا واحدة في نفس الوقت صحيح الفلاش لامب خلت تصوير امان اكتر شوية لكن مقارنة بايامنا دي فهو يعتبر خطر كده وممكن المصورين يتصابوا بحروق خصوصا وقت تحضير مسحوق الفلاش والحسن الحظ بدأ حل جديد يزهر في سنة 1927 انتجت شركة جنرال الكتريك اول فلاش بل فبدل ما يشتغل مسحوق الماغنيسيوم في الهواء الطلق ويسبب الاصابات الخطيرة اللي بتحصل قرروا ان هما يحطوا خيوط الماغنيسيوم مع غاز الاكسوجين في فلاش بل مقفول وكانت في البداية مصنوعة من الازاز اللي اتطور بعد كده للبلاس واللي لقوه انسب لان قوة الاشتعال كانت بتكسر اللامب وده كان بيسبب اصابات اكتر بكتير وده طبعا ما كانش افضل حال لان الفلاش بل كانت هشة جدا وضعيفة ومش ممكن ان انت تستخدمها غير مرة واحدة بس وعملية تبدلها في كل صورة كانش اقم مملة جدا لأي مصور وعشان كده في اواخر الستينات قدمت شركة كوداك الفلاش كيو وهو عبارة عن مكعب ليه اربع جوانب كل جانب منهم كأنه فلاش بلب لوحد وفي كل صورة المصور بيفضل يقلب الجانب لبعده لحد اربع صورة توالت الاختراعات لحد ما وصلنا لشكل الفلاش الدائم اللي موجود دلوقت تابعونا عشان هيتكلم بالتفصيل عن باقي الاختراعات في الحلقات الجاية جوشا هو بالانجلس جوشا فين الوار جوشوا كوهين جوشوا للوار جوشوا واكون جوشوا كوهين شكل يعني مش كده جنرال الكتريك انها تقترع اول فلاش بلب بلب اول فلاش بلب